شكلت دعاء المحقق العدلي القادي فادي صوان في تفجير مرفأ بيروت على رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء سابقين الاتهام الأول لسياسيين في تفجير المرفأ بعدما شملت ادعاءات سابقة موظفين إداريين واعتبر الادعاء تطورا ينسجم مع التحقيقات التي أجرها القادي المحقق العدلي يعتبر أن هؤلاء اتلقوا مراسلات رسمية ووقعوا عليها لكن لم يتخذوا إجراءات تؤدي إلى إتلاف نترات الأمونيوم أو إخراجها من مرفأ بيروت لذلك هو سرع إلى الادعاء عليهم رد رئيس حكومة تصريف الأعمال لم يتأخر فقد اعتبر أن ادعاء صوان مخالف للدستور ويشكل تجاوزا لمجلس النواب أضاف أنه كان قد أدل بإفادته في وقت سابق وقال ما عنده ونقطة على السطر في هذا الوقت برزت انتقادات لقرار صوان باعتباره انتقائيا وكان يجب أن يطال أعلى المواقع من رئاسة الجمهورية إلى أكثر من رئيس حكومة وصولا إلى القضاء نفسه يجب البدء بالقضاء نفسه البدء بقيادة الجيش نفسه لأن المسؤولين الحقيقيين عن هذا الموضوع هم الجهاز القضائي والجهاز الأمني لماذا لم يستدعى هؤلاء لماذا لم تجري محاتبة هؤلاء الاستجواب سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل وبناء على تقدير القاضي يتم توقيف المدعى عليهم أو عدم ذلك بعد البدء بالدفوع الشكلية ادعاء القاضي صوان على الرئيس حسان الدياب وثلاثة وزراء سابقين منعطف مهم ولكن الأهم استكمال المسار حتى النهاية لتحديد كل المسؤولين عن كارثة المرفأ ومن ثم تحديد الصاعق الذي أدى إلى انفجار نترات الأمونيوم في المرفأ ومعه الجزء الأكبر من عاصمة لبنان كلودي أبي حناء الغد بيروت ترجمة نانسي قنقر